السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة كليك كوك معكم مرين بركات الوصفة الرابعة في هذا الأسبوع الذي خصصناه لوصفات بطلها الرئيسي أو المكون الرئيسي هو الجزر سوف تكون عبارة عن حرشة وهو اختصاص مغربي بامتياز حرشة مالحة يعني بالجزر أيضا بالطونة الرائعة وشهية هذا هو شكلها ولا تنسوا أن تزوروا قناة صديقتي شيوات داري مع رجاء تقدم أيضا أسبوع خاص بالتفاح سوف تقدم لكم وصفات المكون الأساسي فيها هو التفاح بالنسبة للحرشة سوف نحتاج فيها في المقادر إلى السميد ناعم أو السيمولينا 400 جرام من السميد ناعم وسوف نحتاج أيضا إلى نس كأس عنباء من زيت الزيتون ما يعادلها 75 مليل لتر لدي الحليب ما بين 200 إلى 250 مليل لتر من الحليب البارد بودرة ثوم بودرة البصل القليل من الأعشاب العطرية والجزر مفرومة بهذا الشكل فرما ناعما والقليل من البصل الأخضر علبة من التونة لدي هنا السيبولات أو الثوم القصبي فلفل أحمر تحمراء والملح الفلفل الأحمر يعطي مضاق رائع وأيضا لون مغاير للحرشة هنا أضع السميد أضيف له الزيت وكذلك الزيت المتواجد في التونة المسألة يعني اختياري إضافة زيت التونة يمكن أن تكتفوا فقط بزيت الزيتون أو تستخدموا زيت نباتي هنا سوف أخلط جيدا هذه المرحلة مهمة جدا يعني نترك الخليط السميد مع الزيت على الأقل يعني نصف ساعة تركناه مدة أطول لا بأس في الأمر هنا سوف أضيف الخميرة حبيبات قريبا نسمي العقا صغيرة من الخميرات الخميرة الحبيبات أضيفها إلى الحليف فارك جيدا وأتركها جانبا هنا أضيف باقي المكونات بودرة السم بودرة البصل كما قلت خليط الزيت مع السميد يعني تحضروه حتى يوم قبل أو يومين قبل موعد تحضير الوصفة أتي من أسرار تحضير الحرشة التي تابعناها جميعا يعني في سلسلة الوصفات الخاصة بالكشف أسرار الحرشة التي نحضرها أو نشتريها عادة يعني خارج المنزل هنا أضيف باقي المكونات يعني كانوا يضعون الخليط السميد مع الزيت يترقونه اليومين يعني قبل موعد يعني تحضير الحرشة هنا أضيف علبة التونة وأحرك جيدا يعني أضيف جميع المكونات إلا السائل يعني إلا الماء إلا عفوا يعني الحليب يمكنكم أيضا أن تعويض الحليب بالماء أستمر في الخلب بها الشكل أضيف الخميرة الكيميائية هنا ملاحظة يمكنكم أيضا استخدام 500 جرام من السميد ناعم لهذه القياس لهذه المقلات تقريبا قطرها 30 سنتيمتر سوف تحصلون على حرشة سمكها غليط نوعا ما يعني تبقى مسألة اختيارية هنا أستعين باليد لأتأكد أن جميع الأناصر اندمجت مع السميد وكآخر من الحلاء أضيف الحليب مع الخميرة العجن وتلاحظون سوف يعني لا أعجن الخليط فقط يعني أجمعه بالأصابع وأتركه على الأقل يعني نصف ساعة وهنا نفس الشيء يعني أقوم برش المقلات الخاصة بالحرشة أدهنها أولا بالزيت وأرشها بالسميد ناعم وأصب فيها وأضع فيها خليط الحرشة تلاحظون أنه يرتفع قليلا يعني يرتفع في المفعول خميرة العجن وأستعين بكمية أخرى من السميد أو السيمولينا يعني سميد ناعم والسميد الذي نحضر به البسبوسة وأحاول بسطه بهذا الشكل لأعطيه شكل دائري وصوف أطبوها على نار هادئة جدا يعني تكون نار هادئة أنا أضع دائما القطعة الخاصة بالتي نضعها يعني أسفل الطاجين المغلبي حتى توصل الحرارة بشكل يعني جيد وهنا سوف أقوم بقلبها هنا مرت قريبا يعني عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة سوف أستعين بمقلاس أخرى وأقلبها بهذا الشكل تلاحظون يعني القطعة التي أضعها أسفل المقلاس أقلبها وأعيدها مرة أخرى إلى المقلاس بهذا الشكل هنا كانت كمية السميد خمسمائة جرام يعني تلاحظون السمك غالد نوعا ما ومن أسرار نجاح الحرشة أنها تطهع على نار هادئة وهنا سمك فقط أربعمائة جرام من السميد نايم وبالطبع يعني سوف تختلف كمية الحليب المضافة يعني إلى الحرشة وهذا شكلها من الداخل رائع جدا ومضاق رائع للجزارة في الحرشة وأيضا مضاق تونة أنصحكم أن تجربوها لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة ودولفيت دولفيت دولفيت بوانت لكوك بوانت كوم سوف تجدون وصفات أخرى وانتضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة وعلى زر الشراك يستوصلوا دائما بالجديد أشكر متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله